دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش إلى وقف دائرة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط وقال ستيفان دو جاريكا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن جوتيريش يستنكر أي عمل انتقامي بالمنطقة وأضاف المتحدث الأممي أن جوتيريش ينشد المجتمع الدولي بالعمل لمنع أي تطور آخر قد يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة وخارجها ترجمة نانسي قنقر